السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف أشارك معكم طريتي بعملين الملوخية بطريقة زعكية وطيبة أتمنى تجربوها وتنال أعجابكم بس ياريت لو انتم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكون كل جديد أراب نزلوا بداية ننقع الملوخية بمي صخني لو مدة ساعتين أقل شيء أنا هنا أعطى من الصبح كنتنا أعطى بمي صخني فقط كنت نقرر من الصبح أن أبدأ أعمل ملوخية فأنا أعطى من الصبح بماء تقريبا شبه مغلية هكذا بعد ما انتقعت معنا بلشت أول شيكبات الأول لزوم مننا وبعدين صرت أغسلة على تحت الحلفية وعصرتها بشكل مليح لكي تطلع مننا المادة اللسجي مثل ما نكون شايفين والمية نضيفة يعني المية عم تطلع نضيفة وفي نفس الوقت بضمان أنه المادة اللسجي طلعت منها هلا بيبقى فيها هيك رطوبة هلا وقت اللي بتنانقلية بتنشف معنا هاي المي وبالتالي منتأكد أنه هيك ما رح يعني تطلع مريلي معنى الملوخية في بنات تطلع معهم مريلي الملوخية فلازم نخسلها بشكل مليح ونقصرها مشان تطلع مننا هاي المادة بها الشكل في ناس بيغسلوه وبعدين بيقلوه فورا بدون ما ينقعوه أنا حبيت أن ينقعه أفضل لكي ما تاخد معي وقت أثناء أثناء الحمس يعني بلاقي هاي الطريقة أفضل طبعا جربت أنا أكثر من طريقة فهي آخر شيء يعني اعتمدت عليها بعد ما غسلت الملوخية حضرت الفروج حطيته بمي صخني وحطيت له المطيبات ونطرته لحت تاني ستوا علشان ميت الفروج رح استخدمها لتقلاية الملوخية هلا أول شيء أنا حطيت سمني هلا مرة حطيت أنا عملتها على ثلاث دفعات فمرة حطيت سمني مرة حطيت سيت يعني شكلت فأول دفعات حطيتها مع السمني بلاقي هاي أفضل طبعا حسب الكمية اللي عنقون أنا عندي كمية مليحة وافرة هلا هون حطيت كماني مع كل وجبي رشة كمون عفوا رشة كزبرة ورشة زنجبيل بعدين طبقتهم شيء أربعة خمس دقائية وبعدين رجعت صرت سقية بمية الفروج بمرقة الفروج هايك لحد ما استويت معنا هايك ما بتنسي لق سلق هايك بتنقالي يعني بتطلع عطيب وألز من إنه تنسي لق سلق نحط دفع واحدة المي كل شوي كل ما شفنا هانا شفيت منحط منحط مية الفروج أو مرقة الفروج لحد ما تستوي معنا هاي الكمية التانية كمان نفس الشيء عملتها بنفس الطريقة هاي الكمية التانية حطيت زيت نباتي بدل السمنة وحطيت كمان زنجبيل وكزبرة كمان خليته نشير ربع ساعة وبعدين شلتهم وبعد ما خلصت الكمية اللي عندي حطيت بنفس الطنجرة زيت والتون التون مقطع وبعدين ضفت الملوخية عليهم وقلبتهم مع التون اضفت كل كمية الملوخية اللي عندي وقلبتها بالتون وبعدين حطيت رشة فلفل ورشة بهارات السبعة وحطيت كمان أربع كواب من المرقة الدجاج فهاي حسب الرغبة المرقة الدجاج اتقللوا واتكتروها حسب رغبتكن هايك بعد ما غليوا مع بعض مرقة الدجاج والملوخية حطيت الدجاج كمان اتفتوا نتفكي قطع كبيري اخر شي بعد ما بيغلوا مع بعضهم نحط الليمون كمان منخليون اللي يغلوا وتتشرب الملوخية بالحامض منضيف توم مهروس بيعطي نكهة كتير طيب التوم المهروس وكمان عدالة ملحة حسب الرغبة طبعا الليمون والملح حسب الرغبة وهيك صارت جاهزة تقريبا بعد ما غليت ربح ساعة صارت جاهزة وبالعافية عليكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر